بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن الر ري ارب الر بيختصار ريفيرز ادرس ريزيليوشن بروتوكول وهو بروتوكول عام يتم عطيار رقم المستند RFC903 وهو يعتبر من البروتوكولات القديمة التي ساهمت في تطوير بروتوكول الدي سي بي وفكرته هي أن نقوم بالر سيرفر في الشبكة بهدف أن يقوم بتوزير العناوين الـ IP للأجهزة في داخل الشبكة وذلك من خلال أن يقوم مهندس الشبكة بإعداد قائمة تنقسم إلى قسم يحتوي على العناوين الفيزيائية الماك أدرسز للأجهزة الموجودة في الشبكة القسم الثاني وهو الذي يحتوي على عناوين الـ IP الخاصة بكل جهاز والذي يتم تحديده من خلال الماك أدرس الخاص بالجهاز وعملية إنشاء هذه القائمة بشكل يدوي بحيث كل عنوان ماك مقابل عنوان IP تم تخصيص لهذا الجهاز بعد ذلك عند تشغيل الجهاز في الشبكة والذي سوف يلعب دور الـ 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 برودكاست عندها سوف ينظر في داخل قائمة الـ الـ للبحث عن الـ الـ المقابل للماك أدرس عندما يجده عندها سوف يقوم بإرسال الر بربلاي والذي يحتوي على الـ الـ الذي تم تحديده لهذا الجهاز نشوف مع بعض عندي المثال هنا عندي الـ اشتغل هذا هو الماك أدرس رح يرسل الر ببرودكاست الى الر بسيرفر زي ما احنا شايفين صفر اثنين صفر ميتين وبعدين الباقي كله وحايد يعني الـ الـ الخاص فيه هو عشرة ثلاث وحايد رح يرد عليه الر بسيرفر ب الر بربلاي يخبره انه الـ الخاص بك هو عشرة ثلاث وحايد الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذه الرسالة اتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته